كابتن عباس تمام كابتن عباس اليوم اك امتعاض من جمهور البصرة حس اليوم الكابتن عقيل يتحدث يتحدث بثقافة عالية جدا يتحدث ب ينظر لمنظار اخر مثل ما ننظر عن اياك ممكن احنا اليوم يرفع الحذر عن بغداد هاي بغداد السلام كافي اخوايا صار لعب البصرة امننا انه البصرة امينة وقادرة على استضافة اي بطولة واي منتخب بغداد اليوم قادرين ملعب الحبيبية جاهز انت تشوف هذا الشيء هس انا ما رح اتحدث بالجاهزية وعدم الجاهزية رح اتحدث بالحدث اللي حدث نقل المباريات انا صراحة اتذكرت اليوم كتاب اسم الامير لكاتب اسم نيقولو ميكافيلي كاتب ايطالي 1513 يعني هو تقريبا المستخلص واللي واصل لحد الان انه الغاية تبرر الوسيلة هو مرجع بالفقه السياسي هذا الكتاب تمام الغاية تبرر الوسيلة بينما المنطق الانساني او المنطق البشري المفروض الشرف في الوسيلة لا في الغاية يعني الوسيلة المفروضة تكون منطقية وواضحة وغير مؤثرة على مشاعر الآخر تمام انا وياك والمشاهدين والكل يحب يرفع الحظر عن بغداد عن الملاعب عن الملاعب العراقية وخصصا بغداد البصرة انت من توعد المفروض تفي تفي بوعدك يعني الاوروبا بنقلك برومس خلص يعني بدون حتى بدون حلفان برومس برومس وعد فانت من طاية المباراة النهاية بالبصرة صار خيال عد صار خيال عد المتابعين والجمهور البصري اللي محب لو كرة القدم والجمهور يعني المميز صراحة بالتجه صار حلم وصار خيال ارتفع ارتفع الحلم فانت من تجي باللحظات الاخيرة وتقطع هذا الحلم تكون الردود لأفعال يعني غير طبيعي انت من تمنعني من حلم انا منعك من النوم هذا المنطق يجي يقول وانت ليش تمنعني هستتري ترفع الحظر عن الملاعب العراقية وعن بغداد مو اللي بها البطولة تقدر تستحدث فيفا داي تقدر تجيبها تقدر تستحدث بطولة تمشيطية مع فرق اللي قريبة منك نفسيا وسياسيا ورياضيا وتقدر تسوي بطولة اخرى اما هاي المفاجأة شوفوا بكل الحياة كل الحياة النظام الطبيعي ما تنزعج منه لكن المفاجأة تنزعج منه بالدليل هستحنة أن الله وأن الله يراجعون الكابتن إبراهيم بايش أخوه لو مو شاب وموته مفاجئ ما تصير ردة الفعل عالية وانزعاج عالية لأنه كنا نحن إلى رحمة الله كنا بالإتراب بالمفاجأة والردود الأفعال أو التخطيط الآن عادة انعكاسات انعكاسات غير طبيعية ليش لأنه خلينا خانة الملعب ونقل المباريات لأنه الإنسان أهم من المكان يعني الإنسان البصري أهم من الجغرافيا أهم من بغداد الإنسان الكردستاني أهم من بغداد الأرسان الرمادي أهم من بغداد بغداد جغرافيا جغرافيا عايشين بها آن وياك يعني شنو فرقهم لأنه عايشين هناك شنو الأفضلية الأفضل إذا تتحدث بلغة سياسية فبغدادية العاصمة وهي الأم تستقبل بها رئيس هزارات تستقبل بها رئيس جمهورية هذا طبيعي ومثل ما في بلدان العالم يوجد عاصمة سياسية وعاصمة التجارية وعاصمة سياحية أو عاصمة كثيرة التسميات كثيرة يعني هي نفسها الولايات المتحدة العاصمة السياسية واشنطن العاصمة الاقتصادية نيويورك فهذا هاي المفردات الجغرافية المفروض الإنسان أهم منه وانت وعدت إنسان وعدت جماهير المفروض ما تخلي بوعدك المفروض ما تخلي بوعدك وتخلي يعني هاي الخيال اللي صار عتهم والأحلام الأحلام اليقظة اللي حلموها ومو حلموها ببحث من فراغ أنت أصلا مقرر المباريات هناك لأنه أكو تجارب سابقة أصلا مقرر المباريات هناك بس كابتن ممكن أنه صارت بطولة الصداقة صارت كثير من المباريات بالبصرة أمننا بصرتنا شنو أمننا أربيل شنو ممكن اليوم بغداد يعني مثل ما تحدث كابتن عقيل ممكن خطوة باتجاه رفع الحضر حتى بعد ماكو حجة كابتن شنو المانع إذا يعني إلا هاي المباريات تليش تؤعدني أصلا ممكن تعتبر يعني من أفضل المباريات يعني أنت اليوم بطولة غرب آسيا للشباب لو أنا أجيب المنتخب السعودي بمباراة فيفا داي كابتن هي المباراة تنظيمها واحد إذا فيفا داي وإذا هي تنظيمها واحد اتحاد الآسيا والتحاد الدولي باوع على التنظيم أو على الأمن وعلى الأمان على الفريق اللي أنت مستضيفه السلوك الجمعي للجماهير مختلف عن ما تفكر به مختلف عن المؤسؤول المفروض على الأخوان يعني شو يطالعوا أكو كتاب العلم النفس الجمعي والسلوك الجمعي للجماهير يعني تطلعوا لي هنا حتى تطلع بقرار أنت تفهم ها ردات الفعل للآخرين يعني أنت هسأ أنت مثلاً 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 أنت هسأ حضرتك أو المشاهد أو أي شخص شنو فرق باش إنسان الإنسان شنو فرق الإنسان البصري الكردستاني الغربي الجنوبي الشرقي أكو فينا أنت مفرق لو كنوا عراقين كل عراق كل عراق إذن هي جغرافية بغداد جغرافية عاصمة عاصمة سياسية صحيح أو مصحيح؟ إذا نتحدث على العاصمة السياسية وحتى نكون حديثنا منطقي وما بميول لجهة معينة باتجاه جهة أخرى العاصمة الرياضية هي البصرة إيه بغداد بيها بملعب واحد وملعب بنات تحتية بائسة منو ملعب بيها؟ ملعب الشعب والمحيط مال ملعب الشعب مخجل وملعب الحبيبية والمحيط ماله أيضاً مخجل يعني اليوم بغداد العاصمة للسياسية بس إذا للرياضة فهي البصرة على الآن الآن المنشآت الرياضية أتحدث عن المنشآت الرياضية ما أتحدث لا عن شخص ولا عن شخصية ولا عن أي موضوع تمام أتحدث المنشآت الرياضية في البصرة العاصمة الرياضية المفروض تكون البصرة بالعراق بالعراق هسه انت استحدث منشآت رياضية مقابل ما يوجد بالبصرة ما عندك شيء ما عندك مشكلة ونفس الشيء بالرمادي بكردستان بالرمادي بكل مكان انت استحدث منشآت رياضية وبنى تحتية محترمة وراح تكون الكفة متساوية لكنه السنة الكفة باتجاه المدينة البصرة اتمنى